بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة وخلال اتصال هاتفي استعرض الجانبان الاتصالات المكثفة التي تجريها الدولتان لاحتواء الموقف المتوتر بالشرق الأوسط وأكدا على أولوية التهدئة في المرحلة الحالية خاصة من خلال التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بقطاع غزة لنزع فتيل التصعيد كما أكد الرئيس السيسي والعاهل الأردني على أن الضامن الرئيس لاستعادة الاستقرار في المنطقة يتمثل في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية